التقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بوفد اتحاد شباب نشئي بوتين في روسيا الاتحادية وفي بداية اللقاء رحب الزعيم علي عبدالله صالح بالوفد الروسي في اليمن وأشهد بدوره ومواقف روسيا الاتحادية تجاه القضايا العربية والدولية والتي أعادت التوازن للمنطقة والعالم كما أشهد الأخ الزعيم بحل مشكلة شبه جزيرة القرن بالوسائل السلمية كما أشهد الزعيم علي عبدالله صالح بالتعاون القائم بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب روسيا الموحدة بدوره أشهد السيد ليوند السيف نائب حركة الشباب نشئي بوتين بدور الأخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بنجاح التسوية السياسية في اليمن على أسس المبادرة الخليجية وكذا دوره في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ودوره الكبير في حقل دماء لليمنيين وكذلك مساهمته في تطوير العلاقات بين اليمن وروسيا الاتحادية أثناء توليه رئاسة الجمهورية اليمنية ودوره المتميز في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وكذا دوره المشترك مع روسيا الاتحادية في محاربة الإرهاب في المنطقة ودوره في تنمية العلاقات بين الحزبين المؤتمر الشعبي العام وحزب روسيا الموحدة وكذلك ما تحقق لليمن من الانجازات وفي مقدمتها الوحدة اليمنية واستخراج الثروة النفطية وكذا تنمية شاملة وخدمات البنية التحتية وديمقراطية وحرية الصحافة وحرية حقوق الإنسان وكذلك إقابة علاقات دورية متوازلة حضر اللقاء الشيخ يحيى الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الاقتصاد والخدمات والأستاذ عارف الزوكة الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع شبابي وطلاب والشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو اللجنة العامة ودكتور مجيب الأنسي نائب رئيس الدائرات السياسية المؤتمر الشعبي العام ومن الجانب الروسي حضر الأخ نواف إبراهيم وماريتا أوكبر ليبا